غدا تنهي لجنة التواصل النيابية أعمالها بعد خمسة أسابيع من الاجتماعات النهرية الظاهرة واللقاءات الليلية المستترة ومع أن الخلاصة النهائية لن تتضح قبل بعد ظهر غد فأنما توفر من معلومات يشير إلى أن أركان اللجنة ومن وراءهم أضحوا أمام المعادلة الأتية فأما التوافق على مشروع قانون مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي ويرضي كل الأطراف ولو في الحد الأدنى وإما ذهاب يوم الاثنين إلى اللجان المشتركة مع إصرار على الدفع في اتجاه مشروع لقاء الأرثوذكسي وهذا يعني أن كل الأطراف السياسية التي كانت رفضت مشروع لقاء الأرثوذكسي في السابق ستجد نفسها ملزمة التجاوب مع المشاريع المختلطة وأخيرها مشروع القوات اللبنانية حتى لا تتجرع كأس الأرثوذكسي علما أن مشروع القوات الذي قدم اليوم يشكل وفق أراء المجتمعين في إطار لجنة التواصل منطلقا صالحا للتوصل إلى قانون توفقي وخصوصا أنه يراعي معظم الهواجز الطائفية والمذهبية والسياسية المطروحة ويحاول تقديم حلول لها معيشيا التجاذب الشديد والقوي مستمر بين هيئة التنسيق النقابية وبين الحكومة فبينما كان مقررا أن يجتمع مجلس الوزراء الثلاثاء لبحث تمويل سلسلة الرتب والرواتب وإمكان إحالتها على مجلس النواب طرت دوائر القصر الحكومي إلى تقديم موعد الاجتماع 24 ساعة وذلك استباقا لدعوة هيئة التنسيق النقابية إلى الاعتصام والتظاهر الثلاثاء فهل تنجح الحكومة الاثنين في معالجة أسباب الاعتصام والتظاهر وتقدم أخيرا أو تقدم أخيرا عن الخطوة التي تأخرت كثيرا أم أن التأجيل سيبقى سيد الموقف بحيث تنزل الحركة النقابية الثلاثاء إلى الشارع أمنيا مؤشرات خطرة برزت في عرسال مع تحركات لأهالي البلدة احتجاجا على التدابير التي يتخذها الجيش في حين أعلنت قيادة الجيش عن توقيف أحد عشر شخصا بينهم أربعة سوريين لكن قبل تفصيل العنوين المحلية نتوقف مع حدث فضائي أرضي منطلقه الفضاء ومسرحه روسيا التي سقط فيها أكثر من ألف جريح نتيجة زخات نيزكية سقطت فوق أراضيها تقرير لهيثم خواند كأنه مشهد من مشاهد أفلام نهاية العالم ذلك الذي شهده الروس صباح الجمعة الفجريح إصابة بعضهم خطرة كانوا ضحايا زخات النيزك التي انهمرت فوق جبال الأرال والانفجارات التي نجمت عن تفتت نيزك فوق المنطقة الصورة كانت لتكون أفضع وأرقام الضحايا كانت لترتفع دراماتيكيا لو أن منطقة تشيليا بينسك الروسية كانت مأهولة بعدد أكبر من السكان نظرا إلى العدد الهائل من الشهب التي تساقطت وتوزعت على مساحة مئات الكيلومترات أما علميا فالنيزك الذي تفتت على علو خمسة ألاف متر فوق الأرال كان وزنه عشرة ألاف طون وسقط من الجانب الشرقي للاتحاد الروسي وأعلنت وزارة الأحوال الطارئة عبئة عشرين ألف عنصر وضعوا في حال تأهب إضافة إلى ثلاث طائرات ومروحيات كما أغلقت المدارس في كافة أنحاء المنطقة في حين بقيت المنشآت النووية في منأة عن الشهب المتفجرة ترجمة نانسي قنقر